السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وننتقل إلى الصفحة السابعة والعشرون طبعاً ما زلنا بجزء الأول من الوحدة الأولى المعنوان بأعداد وعنوان تمامين الآن اختبار رقم واحد في التمرين الأول لدينا ترتيب عمليات طبعاً أذكركم أننا نبدأ بالأقواص وما داخل الأقواص القوة القسمة والضرب ثم الجمع والطرح أبدأ من اليسار إلى اليمين إداية سبعة ناقص هنا ما داخل قص لدي ناقص ناقص تسعة تتحول إلى زائد تسعة ناقص ناقص خمسة تتحول إلى زائد خمسة وعيد كتابة التمرين واحد 5 سبعة ناقص ناقص واحد ناقص سبعة زائد تسعة زائد تسعة زائد خمسة طبعاً كلها تسبقها إشارة inequis ويساوي إلى سبعة ناقص ناقص 1 ناقص 7 تساوي ناقص 8 زائد 9 تساوي 1 زائد 5 تساوي 6 7 ناقص 6 تساوي 1 والجواب هو B الآن التمرين الرابع في هذا التمرين أيضا لدي أقواص أبدأ بالأقواص مباشرة هذه الأقواص ما داخل هذا القوس قوس آخر أبدأ به 3 بالأس ناقص 1 ناقص 4 بالأس ناقص 1 أخبرتكم سابقا أن نستطيع تحويل الأس السالب إلى موجب بنقله إلى المقام فيصبح لديه 1 على 3 ناقص 1 على 4 بتوحيد المقامات والطرح أجد 1 على 12 1 على 12 الآن أقوم بتعويض يصبح لديه 2 في 1 على 12 زائد 1 وكلها مرفوعة بالأس ناقص 1 الآن أقوم بالاختزان قرديه هنا 6 1 على 6 زائد 1 وكلها مرفوعة أس ناقص 1 الآن بعد توحيد المقامات أجد الجواب هو 7 على 6 بالأس ناقص 1 الآن لجعل الأس موجب أقوم بجعل البسط مقام والمقام بسط أي بقلب النصب بالنصب فتصبح 6 على 7 والجواب هو E والجواب هو E أنتقلان إلى التمرين في هذا التمرين لدي 8 تقسيم 2 فورا أكتب 4 لأنني أبدأ من اليسار إلى اليمين فورا وجدت عملية قسمة القسمة قبل الطرح والقسمة قبل الطرح أقوم بفك هذه الأقواص ناقص 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 في ناقص ساوزائد ناقص في ناقص ساوزائد أنا نقوم بكتبتي كما يلي ناقص إسنان تبقى كما هي زائد ثلاثة زائد أربعة ناقص سلاسة ويساوي أربعة ناقص زائد ثلاثة ناقص ثلاثة ويساوي إلى إسنان أربعة ناقص إسنان أيضا تساوي إلى إسنان وهو المطلوبة إن الجواب هو A أن الجواب هو A أنتقل للتمرين الخامس في هذا التمرين لدي A في B زائد B في A على A A تساوي ثلاثة المطلوب أني يجد أكبر قيمة بفرق لB ناقص A سأقوم بكتابة الكسر على الشكل B زائد عشرة A زائد عشرة B زائد A على A زائد عشرة A لأنما نزلت A هنا هي عشرات ومنزلت A هنا هي الآحات لذا كنت نفع من الشكل تساوي إلى ثلاثة الآن B زائد عشرة B تساوي إحدى عشرة B A زائد عشرة A تساوي إحدى عشرة A على إحدى عشرة A تساوي ثلاثة الآن أقوم باختزال الآن إحدى عشرة موشفة الآن البسط والمقام يؤدي إلى أن B زائد A تساوي ثلاثة A B زائد A تساوي ثلاثة A قوم بنقل A إلى الطرف الآخر فتصبح B تساوي ثلاثة A ناقص A أي إثنان A إثنان A الآن لنفرض أن A تساوي الواحد فإن طبعا A و B لا يمكن أن تساوي الصفر لأن B و A موجود في مزلت العشرات لذلك أبدأ من الواحد A تساوي الواحد فإن B تساوي الاثنين A تساوي الإثنان فإن B تساوي الأربعة A تساوي ثلاثة فإن B تساوي ستة A تساوي أربعة فإن B تساوي سمانية A تساوي الخمسة فإن B تساوي عشرة وهذا مرفوض غير ممكن ذلك أتوقف هنا أي أن أكبر قيمة لـ A هي أربعة وأكبر قيمة لـ B هي ثمانية وقتالي أكبر قيمة للفرق B ناقص A ساوي إلى 8 ثمانية ناقص أربعة وساوي إلى أربعة ساوي إلى أربعة أنتقلنا إلى التمرين التالي التمرين الثالث في هذا التمرين أيضا لدي أقواص داخل أقواص أبدأ بالقوس الداخلي في هذا القوس لدينا ثلاثة بالأسناقص واحد زائد إثنان بالأسناقص واحد أقوم بكتابتها على الشكل واحد على ثلاثة زائد واحد على إثنان وتساوي إلى إثنان على ستة زائد ثلاثة على ستة ساوي إلى خمسة على ستة خمسة على ستة أقوم بالطوير أجد 3 5 على 6 زائد 1 زائد 2 تساوي أقوم بالاختزال هنا يبقى لدي 5 على 2 زائد 1 وكلها زائد 2 تساوي إلى أقوم بتوحيد المقامات أجد أن 7 على 2 زائد 2 أيضا أقوم بتوحيد المقامات مرة أخرى ينتج لدي 7 زائد 4 على إثنان وتساوي إلى إحدى عشر على إثنان إحدى عشر على إثنان أنتقل الآن إلى التمرين في هذا التمرين لدينا AB زائد BA تساوي 8 وثمانون كما أن AB ناقص BA تساوي 54 ومطلوب أني إيجاد 2A زائد B سأقوم الآن بكتابة B زائد 10A زائد 10B زائد A تساوي 88 B زائد عشر B تساوي 11B زائد 11A تساوي 88 أقوم بالقسمة على 11 فإنتج لدي B زائد A تساوي 8 الآن 10A زائد B ناقص 10B ناقص A تساوي إلى 54 أي أن 9A ناقص 9B تساوي إلى 6 أي أن A ناقص B تساوي إلى 6 أصبح هذه الآن معادلتين أو مساواتين الأولى B زائد A تساوي 8 والثانية A ناقص B تساوي 6 حتى أقوم بجمع هاتين المساواتين ينتج لدي طبعاً هنا إشارة B مجيبة وهنا سالبة عند الجمع تختزلان يبقى لدي 2A تساوي 14 يؤدي A تساوي 7 وبما أن A تساوي 7 بالتعويض هنا نجد أن B تساوي الواحد أي أن 2A زائد B تساوي إلى 2 في 7 زائد 1 وتساوي إلى 14 زائد 1 وتساوي إلى 15 نكون ننتهي من 80 الصفحة السابعة والنشرون في حال وجود أي سؤال أو استفسار يمكنكم زيارة صفحاتنا على الفيسبوك دكان الرياضيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته